الفصائل المسلحة فاجأت الجميع يوم أمس وقامت بهجوم ضد قوات التحالف الدولي في مطار أربيل وتفاصيل هذا الموضوع وهذا الهجوم هذا الهجوم صار طبعا بالطائرات المسيرة وبشكل رسمي أعلن التحالف الدولي بأنهم استخدموا طائرتي مسيرة ولكن الأنباء الأولية التي جاءت تتحدث عن ثلاثة طائرات مسيرة وهذه الطائرات المسيرة استهدفت الجانب العسكري من مطار أربيل الذي يقع بهذا الاتجاه ولكن التحالف الدولي لم يكن متفاجئا بهذا الهجوم وهذا أمر مثير هذه واحدة من المرات النادرة التي تحالف الدولي لديه معلومات استخبارية عن هذا الهجوم وكانوا يعلمون تماما بتفاصيل هذا الهجوم ولذلك استعدوا استعدادا تاما لهذا الهجوم الذي تم طبعا مثل ما قلنا بالطائرات المسيرة وكانت منظومة السيرام حاضرا في هذا التصدي لهذه الطائرات المسيرة تمكنت من إسقاط الطائرات المسيرة بغض النظر إذا كانت طائرتي أو ثلاثة طائرات ولكن طائرة واحدة فقط هي التي واضح من إحدى الفيديوهات هي ارتطمت في الجانب العسكري ولكن بسبب الاحتياطات التي تحدثنا عنها للتحالف الدولي لم تكن هناك خسائر على مستوى جرحة أو قتلى أو حتى خسائر مادية من هذا الهجوم ولكن أيضا هناك نقطة جديدة حدثت من هذا الهجوم أنه أعلن بشكل واضح بأنه كان هناك القابض على الأطراف المسؤولة عن هذا الهجوم والتي قامت بإطلاق هذه الطائرات المسيرة ولم يعلنوا أي شيء بعد ذلك ننتظر التحقيقات يعني هي ستكشف من الفصير المسلح بالضبط الذي سوى هذا الهجوم بالإضافة إلى ذلك من أي منطقة تمت هذه الهجمة هل هي تمت من جنوب أربيل من جنوب غرب أربيل يعني من محافظة نينوى على سبيل المثال أم من كاركوك يعني لأن الطائرات المسيرة إذا ما عدنا إلى التاريخ قليلا هي جاءت من كل هذه الاتجاهات وممكن أن تأتي من أي اتجاه هذه الطائرات المسيرة ولكن هذا الهجوم يأتي في وقت مثير للغاية وفي أوقات مثيرة للغاية أولا هي جاءت عشية زيارة سيد مصطفى الكاظمي إلى إيران للقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للحديث عن عدد من الملفات المهمة بالإضافة إلى ذلك أن تاريخ هذا الهجوم الذي تمسع 143 دقيقة مساء جاء حقيقة في 14 سبتمبر تاريخ مهم جدا ورمزي جدا وواضح أن الفصائل المسلحة تريد القول للولايات المتحدة الأمريكية بأنكم يجب أن تنسحبوا ليس فقط من المناطق التي تسيطر عليها العكومة العراقية وإنما يجب أن تنسحبوا أيضا من المناطق التي أنتم موجودين فيها والتي هي تحت سيطرة إقليم كردستان كذلك هي جاءت أيضا في توقيت كانت فيها عدد من الأطراف الموجودة في إقليم كردستان تتحدث عن ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية لعدد من الأسباب المهمة واحدة من الأسباب هي تنظيم داعش الإرهابي وهذه النقطة يجب أن ننتبه إليها وإذا ما عدنا قليلا إلى آخر عملية صارت ضد تنظيم داعش الإرهابي والتي أعلن عنها الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة السيد يحيى رسول هذه عملية سووها ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي بمشاركة طيران التحالف الدولي وإذا ما ألقينا نظر على الفيديو اللي نشاره بطبيعة هذا الهجوم طبعا اللي حصلوا به عمليات استخبارية مهمة جدا عن طبيعة هذه الأوكار اللي موجودين بها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى تحديدا سنلاحظ بأن هناك عدد من النقاط المثيرة من هذا الهجوم الهجوم يعني فيه الكثير من النقاط التي يجب أن نأخذه ليش إنه ديشوفون حقيقة الكرد وحتى عدد من الأطراف العراقية بأن هذا الأمر هو خطير وخطير للغاية هذه الضربات اللي صارت إذا أخذناها من القمر الصناعي وركزنا على النقاط النقاط التي ظهرت في الفيديو هي هذه النقطة تقريبا وهذه أيضا وكذلك هنا صارت ضربة وكذلك صارت هنا ضربة على الأقل من الفيديو اللي شفنا فهذه المنطقة واضح بأنه تنظيم داعش الإرهابي متواجد فيها وإذا ما أخذنا اللقطة من بعيد حتى نعرف هاي وين بالضبط وكم تبعد عن الموصل سنلاحظ بأن هناك أمرا مثيرا للغاية هذه هي النقطة التي أشرنا إليها واللي صارت طبعا من قبل القوات العراقية والتحالف الدولي بمشاركة الطيران طبعا ولو لاحظنا بأن المنطقة هذه هي الموصل طبعا إذا لاحظنا هذه هي طبعا الموصل وهذا هو سنتر الموصل في الوسط فلذلك النقاط اللي مسيطرين عليها داعش واللي انضربت الآن هي تبعد فقط عن هذه النقاط حتى تصير على تخوم الموصل وتدخل إلى الموصل هي فقط 6 كيلومترات 6.5 كيلومتر تقريبا بعد هذه المنطقة وكذلك بعدها عن السنتر من هذا الاتجاه تقريبا من 9 إلى 10 كيلومتر فقط فلاحظ تنظيم داعش الإرهابي قريب وقريب للغاير إذا ما أتيحت الفرصة بالنسبة لهم لمهاجمة الموصل لا سامح الله طبعا بكل تأكيد ولذلك هنا القلق من الموضوع بأن التقديرات الأمريكية قد تكون غير دقيقة هنا كما حدث الأمر في أفغانستان كانت التقديرات الأمريكية بين القوات الأفغانية قادرة على إدارة الأمور ضد حركة طالبان وبتصريحات واضحة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن الأمور تغيرت وكلنا عرفنا تماما ولاحظنا وشاهدنا كيف سيطر طالبان والآن أنهم شكلوا حكومة وهناك مشكلة في طبيعة الاعتراف بهذه الحكومة كذلك الأمر الآخر هي الفصائل المسلحة الموالية لإيران وطبيعة الهجمات التي ممكن أن تقوم بها ضد أربيل وضد إقليم كردستان بشكل عام ويجب أن لا ننسى بأن إيران هي التي تهاجم أصلا شرق إقليم كردستان بحقيقة حجة بأن هناك معارضين وأحزاب معارضة ضد إيران وطبعا هذا الأمر يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة صارت في إقليم كردستان وتحديدا في مطار أربيل هذه الصورة المجسمة لمطار أربيل التي نشوفها وإذا ما ركزنا على هذه النقطة تحديدا هناك أمر مثير في هذه النقطة تم هذه النقطة حقيقة إذا ما رجعنا إلى تاريخ 12-8-2020 العام الماضي سنلاحظ بأن هذه النقطة بصورة مقربة إلها هنا منظومات دفاعية منظومات وبطاريات الباتريوت موجودة بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه 6 بطاريات هنا 6 بطاريات هنا لو نلاحظ كل نقطة من هذه النقاط الواضحة لكم هي عبارة عن بطارية بالتالي 12 بطارية من بطاريات الباتريوت إذا ما جئنا إلى آخر صورة من الأقمار الصناعية لهذه النقطة تحديدا سنلاحظ أن كل بطاريات الباتريوت اختفت تماما من هذه النقطة ولم تعود موجودة ووضح بأنه فقط منظومة السيرام على ما يبدو من صور الأقمار الصناعية هي التي بقت في مطار أربيل ولذلك الأجواء مفتوحة تماما إذا ما زادت عملية الانسحابات في الفترة القادمة في نهاية هذا العام وسحبوا المنظومات الدفاعية من المنطقة بالتالي الأجواء تكون مفتوحة لمهاجمة إقليم كردستان بشكل كبير خاصة وأنه إقليم كردستان لا يمتلك منظومات دفاع جوية كما هو الحال بالنسبة لحكومة بغداد هناك ضعف في هذا الأمر فما بالك بالطائرات المسيرة وغيرها التي تطير على مستويات منخفضة على أقل من 150 متر وتكون خطرة كما شهدنا يوم أمس وحتى في الهجمات السابقة هذا الأمر طبق الأصل هو تم نسخة طبق الأصل تم في السعودية والسعودية الآن إذا ما رحنا إلى هذه القاعدة التي هي طبعا اسمها قاعدة الأمير سلطان الجوية حللتها الأسوشيت برس ولاحظت بهذه القاعدة التي نرها الآن هذه النقاط السوداء التي نشاهده هي كلها عبارة عن بطاريات للباتريوت ومنظومات الثاد ولاحظوا بأنه بفترة قصيرة للغاية رغم هجمات الحوثين بالطائرات المسيرة وبالصواريخ الباليستية وتهديد منشآت أرامكو ومطار أبهى وغيرها من المناطق السعودية وتهديد الأمن السعودي بشكل كبير إلا أن بآخر صورة من صور الأقمار الصناعية بعد قرار بايدن بسحب المنظومات الدفاعية اختفت تماما كما هو واضح هذه المنظومات الدفاعية وبالتالي هذا مشكل اليوم قلق كبير في المنطقة من دول الخليج بحسب البوليتيكو هي التي تحدثت عن هذا الأمر يوم أمس شوف شون اللي قالت على هذا الأساس تشعر دول الخليج العربي بالقلق حول الخطط المستقبلية للولايات المتحدة حيث ترى جيوشها تهديدا متزايدا في آسيا يتطلب وجود تلك الدفاعات الصاروخية المشكلة هي ليست فقط في الدفاعات الصاروخية وإنما وسائل الردع إيران بدأت تقل وتختفي على سبيل المثال أمر صار قبل 72 ساعة وتحديدا قبل 48 ساعة من طائرات البي فيفتيتو إذا ما ألقينا نظرة هنا إلى طائرة العديد القطرية هذه طبعا النقطة الواضح بها أنه هي مأخوذة في شهر في يوم تسعة تسعة الفين وواحد وعشرين أي بما معنا قبل 72 ساعة من الآن هناك ثلاثة طائرات بي فيفتيتو وكذلك في يوم عشر تسعة الواضح بعد يوم قبل 48 ساعة بقيت طائرة واحدة من طائرات البي فيفتيتو هي الموجودة بحسب هذا التحليل الذي ترونه أمامكم وطبعا هذا بسبب أنه يوم عشر تسعة يعني قبل أمس طارت طائرات البي فيفتيتو طائرتين انسحبت من قاعدة العديد القطرية طارت فوق الأجواء السعودية عبر الأردن إلى البحر المتوسط متوجهة طبعا إلى قواعدها الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك ليس هناك أي ردع وعوامل الضغط بدأت تختفي شيئا فشيئا من المنطقة التي هي من المفترض أن تكون عوامل ضغط على إيران والمشكلة أن الاتفاقية النووية حتى هذه اللحظة فيها مشكلة خطيرة وهي في لحظاتها وأنفاسها الأخيرة والآن كل العيون تذهب إلى مدير الوكالة الدولية لأطاقة الذرية الذي هو الآن موجود في إيران من أجل مناقشة هذه القضية ومن أجل حل هذا الإشكال الكبير الموجود مع إيران ولكن كل الأوساط الأمريكية والدولية ترى بأن الأمور متوجهة إلى فشل وأخفاق كبير جدا على أعلى المستويات في قضية الاتفاقية النووية لذلك المنطقة قلقة من تصعيد كبير قادم من إيران إذا ما فشلت هذه المفاوضة